موسيقى أهلا بيكم النهاردة حلقة مهمة قوي قوي لأن النهاردة إحنا هنبلغ نتعلم كلنا مدرسة جديدة ومدرسة مهمة اسمها إن إحنا نهتم بجلدنا وخلي بالكم اتعودوا دايما تفهموا إزاي تبنوا صح تبنوا مش إن إحنا نبني غلط وبعدين نحاول نيجي فوق الغلط ده نجمل لأ نبني من الأول صح نهتم بجلدنا من الأول صح نمنع مشاكله من الأول وما نعودش نصلح بعد ما الدنيا يطبوز بلاش المبدأ اللي يتأصل في نفسنا اللي هو نعمل حاجة في الكلفات في الأول بعدين نصرف عليها بزيادة جدا في التصليحات في كل حاجة تبوز تلاقي إيه تشتباط في البيت عملناها أي حاجة أي لخبطة وجبنا أي حاجة وطلعت تشتباط وحشة نجيب بقى حد بيافهم ويصلح ليه ما يعود يصلح حتة دي وقعة مش عارف الحتة دي عاملة الكلف ده ده كتير بتصرف تهمل كل حاجة وبيتهتمش بالحاجات اللي نقولها النهاردة وبعدين تيجيب بعد جدا تقول إيه آه أروح بقى أعمل تجميل وماشي حلو بس انت هتبني على حاجات طيزة على حاجات انضرد لفترات طويلة البنع لها صعب فيها شاشة في الأساس لازم تبني صح عشان كده بدأنا نفكر ونعمل زي تخيل كده إعدادي إزاي نفاهم الناس الثقافة دي فبدأنا نرسم طريق جديد جدا بدأت أفكر فيه من فترة وهو تتخيف الناس حول ما يسمى بالعناب البشرة واختراعت أنا فكرة وحتى كل ماعد ما حد أقول له على فكرة تيختراعي الشنطة كان زمان فيه مسلسل لا مصرحية كان جميلة جدا كان بتقوم بيها الأستاذة القديرة عبلة عبلة كامل كان تقول إيه كاب معايا في الشنطة كان معايا كاب تورا على عدسة الشنطة دي كان فيها كل حاجتها أنا عايزك أنت وإنت يكون معاكم شنطة فيها حياتكم كلها الخاصة في الجلد تهتموا بكل حاجة في الجلد وبدأنا نفكر إن إحنا نشوف إيه اللي بيه طب مين اللي مهتم بالخلام ده وبدأ تعود مع الناس كتير الحقيقة ساعدتي جدا بإن أنا أقابل ناس منظومة علمية رائعة جدا منظومة علمية صناعية رائعة جدا مصرية بتقدم فكر جيد للغاية في المعنى ده معنى بناء بشرة جيدة هي منظومة حياة حياة شركة مصرية بتقدم شكل رائع من أشكال صناعة المستحضرات الخاصة بالجلد في مصر بسلوب علمي عالمي مميز جدا وصناعة مصرية لازم إن إحنا وإحنا وإحنا في وسط مبهرنا بالبرندات العالمية وبالشركات العالمية لازم ننبهر وفي نفس الوقت نقول إيه أما وفيه في مصر ممكن حاجة تطلع تنافس الناس العالمية آه لما بدأنا ندرس اللي بيعملوه وبدأت عقب مع الناس بتاعتهم لقيت إنهم عندهم فكر جيد جدا في حاجة طبعا من ناحية العالمية آه مهتمين بالبشرة مهتمين بصناعة حاجة خاصة متكملة للبشرة لكن كمان مهتمين بإنهم يوصلوا للستندر المنافس للعالم يشوفوا العالم فيه إيه ستندرات مثلا الناس في العالم بيستخدم إيه للوقام الشمس بالشكل عامل إزاي الستندر عامل إزاي التكوين عامل إزاي نعمل حاجة زي وبالزبط مناسبة جدا SBF مصبوط مراجعة جبارة وكواليتي جيد جدا حياة من الحتة العلمية اللي أنا بصراحة ساعدت جدا اللي أنا اتعاملت معاهم وشفت المنظوم بتاعتهم وقلنا إن إحنا بقى نحلم الناس إحنا كلنا إحنا هما يعني إيه عناب البشرة يعني إيه شنطتي يبقى فيها المكونات اللي أنا أحمي بيها بشرتين تحت مبدأ المهم قوي إنه الوقاية خير من اليوم مرة من علاج ده ده مبدأ في الطب معروف في الجلد الكلام ده مهم جدا البناء البناء الصح أفضل كتير مرة من إعادة الإصلاح تعالوا النهاردة نشوف التجربة الجميلة دي اللي هي صنعة في مصر إحنا بنقولها بإحساس طبي مهم جدا الدولة المصرية دلوقتي كل اتجاه إنها تعمل كل حاجة طبية موجودة في مصر على قد ما بنقدر في صحيح حاجات دوائية وطبية اللي لازم هنعتمد فيها على تكنولوجيا خارجية لغاية لما نتعلمها مش عيب نقعد لغاية لما نتعلم ونبقى خبس شوية نتعلم بسرعة ونعمل الحاجات دي بسرعة لكن الحقيقة النهاردة في حوارنا هنستمتع بهذه التجربة ونفهمها عن قرب الشنطة فيها إيه لحماية البشرة إيه قصص البشرة كلام ده مهم جدا ضيفاتي العزيزة النهاردة اسمه متميز للغاية في عالم الجلدية ودايما بقول إن الجلدية فيها يعني إبداعات فيها دلوقتي تطوير كبير جدا في فهم وطريقة التعامل لكن هنستمتع بهذه الحوار مع الضيفة العزيزة دكتورة هيبة الخضرجي خصائية الجلدية والتجميل والمدرس المساعد بجامعة مصر الدولية وماجستير الأمراض الجلدية والتناسولية بين كلية الطب بجامعة قناة السويس ضيفاتي العزيزة أهلا بك دكتورة هيبة أهلا بحضورة منوراني ده نور عايز أبدأ الأول بكلمة بشرة تغير لونها تغير لونها يعني تصبغ هنقول عليها تصبغ نقول عليها بجمنتاشن نقول عليها تغاية ما بقتش في نفس السيمترية إيه المقصود بقى بالبشرة التصبغ هو وجود بقع بلون مختلف عن لون البشرة الأساسي ممكن يكون زيادة في التصبغ وفي الحالة دي البقع هيبقى لونها أغمى من لون الجلد أو يكون نقص في التصبغ وفي الحالة دي البقع هيبقى لونها أفتح من لون الجلد الأساسي ده المعنى كلمة تغير لون الجلد يعني إذن قد تكون يعني غمقان قد تكون فتحها الزبط ايه اكتر الاماكن تعرضا له اي مكان في الجلد معرض لزيادة في انتاج صبغة الميلانين او زيادة في نشاط الخلايا المسؤولة عن انتاج صبغة الميلانين ممكن يحصل فيه تصبه لو بنتكلم عن زيادة التصبه بس طبعا الاماكن المعرضة اكتر للشمس زي الوش والكفين في المحجبات والرقبة والدراعات اي مكان معرض للشمس اكتر بيتعرض اكتر للتصبه تاني حاجة الاماكن اللي ممكن يحصل فيها اجزيمة او التهابات ممكن دي تقلب بغمقان او بتصبه وفي حاجة كمان منتشرة قوي في فترة المراهقة بين الشباب بحب الشباب بيعمل التهابات في الجلد مكان الحبية ويقوم يسيب مكانه تصبه كمان السنستيف ارياز معرضة اكتر لانه يحصل فيها غمقان وفي بعض الاشخاص بيبقى عندهم المناطق اللي حوالين الفم معرضة اكتر للتصبه كل دي اماكن ممكن يحصل فيها غمقان سؤالي بقى اللي جاي دوت ايه افضل طلق علاج التصبه في رأيك كبرودلاين كده احنا بنتدي ان احنا ندور على السبب وبناء على السبب بنتدي ندور على العلاج الامسل اول حاجة بنشوف السبب ونشيله يعني مثلا لو ده بسبب تعرض مبالغ فيه للشمس نبتدي نقلل من التعرض للشمس ونبتدي ناخد الوقائية الاجراءات الوقائية تجاه التعرض للشمس لو انا في بعض الناس بياخدوا ادوية بتزود حساسيتهم للتعرض للشمس وبتدي يحصل تصبه مع استخدام الادوية دي ابتدي استبدل الادوية دي بادوية ما بتخليش الجلد يتصبه بعد التعرض للشمس بنعالج حب الشباب في بدايته في بداية الظهوره علشان ما يتديش يحصل تصبه منه كمان السنستيف ارياز لو احنا بنتعامل بشكل خاطئ فيها في حلاء في الليزر هير رموفل مثلا بعد جلسات الليزر هير رموفل لازم نستخدم كريمات تقلل للالتهابات عشان ما يحصلش تصبه حتى طرق التقليدية لازالة الشعر لازم كمان ابقى واخدة بالي بعدها وابتدي اقلل من الالتهابات اللي بتحصل بعد الحاجات دي اذا مشكلة التصبه دي هل تختلف من حالة لحالة؟ ده بيختلف حسب عمق الصبغة وده بيبان من لون التصبغ يعني التصبغ ممكن يكون لونه بني غامق او فاتح او يكون لونه رماضي في حالات البني الغامق دي معناها ان الصبغة موجودة في الطبقة السطحية للجلد وجوده في الطبقة السطحية للجلد بيعني انه العلاج بيكون اسرع بتاخد من شهر لشهرين اما بقى لو لونها رماضي فدي بتبقى علاجها اسعب شوية وده معناه أنه السابقة دي موجودة في طبقات الجلد الجوة زي طبقة الأدمة وبالتالي العلاج بيطول شوية بياخد على الأقل ستة شهور طب إيه النصائح؟ وإحنا في بداية تكلبنا إيه النصائح العامة اللي أنت بتفترضيها يعني بتقوليها للناس عشان ياخدوا بالهم لأنه أنت عارفة هذوقتي الصيف بقى عنيف بالضبط الناس اللي عندها عرضة للتصبق لازم يكونوا حارسين أكتر من الناس العادية أثناء تعرض للشمس والpatient education أو تعليم المريض بالحاجات اللي المفروض يعملها دي أهم من العلاج نفسه كنوع من أنواع الوقاية وكمان كنوع من أنواع الحفاظ على العلاج الناس اللي تتعالج مثلا من تصبغات علشان تحافظ على النتيجة وما يحصلش ريكارنس أو يرتجع المرض نبتدي نعرف إزاي نتعامل مع الحالات دي في الحالات دي لازم لازم السانسكرين ده أساسي مع كل الناس في حالات اللي فيها تصبغ والحالات اللي ما فيهاش تصبغ ومفروض أصلا أن الطبيعي سواء إحنا معرضين لتصبغ أو لأ السانسكرين ده أساسي تاني حاجة بنستخدم الفيتامينز اللي هي المضادة للأكسادة معمولة في صورة كريمات زي فيتامين A فيتامين C فيتامين E كل الحاجات دي بتبقى anti-oxidants كويسة بتعمل تفتيح بتعمل ترتيب وكمان بتعمل حاجة جميلة قوي بتزود نظارة البشرة وبتعمل بقى anti-aging لطيفة قوي زي الميلاتيكس C serum بيقوم بالغرض بيوفي بالغرض وممتاز في الحالات دي الميلاتيكس C serum ها حلو جدا جدا بيتحط بالليل قبل النوم ممكن تستخدموه مع ديرما فان أو ديرما رولر ليستخدامات متعددة ها حلو جدا يبا الميلاتيكس ده موجود مع أساسي احنا دوقتي خلي بالك احنا عندنا شنطة بعض عبي فيها ايوه دي شنطة دي اختراعي عشان محدش بس ايه يقول ده مش اختراعي الشنطة يعني حاجة موجودة في حياتنا ثابتة بخرج وبروح بيها أولها حاجة زي الميلاتيكس C serum يعني في منطقة تانية عايزة كده بارتو نكلمين يعني نفهمها كويس لانا مخيفة عن استاد كتير كلف الحمل ايه كلف الحمل الكلف هو حدوث تصبغ في الجلد ممكن يحصل مع الحمل او ممكن يحصل مع استخدام أقراس منع الحمل ممكن يحصل لوحده من غير حمل ولا أقراس منع حمل يحصل لو تعرض كتير للشمس او يحصل مع تعرض للبلو لايت اللي هي الأشعة الزرقه اللي بتحصل بتطلع من السكرينز عمتا سواء كومبيوتر سواء تيفي او حتى الموبايلز كل ده ممكن يزود البقعة دي ممكن كمان لو احنا بنستخدم فوتوتوكسك دراجز او بناخد أدوية بتزود الحساسية للشمس ده ممكن يعمل تصبغ فيه أدوية على فكرة بتزود حساسية الانسان للشمس بالضبط يعني لازم ناخد بالنا منها تمام تمام ايه تاني؟ الكلف بيظهر يا إما في الجبهة في الأنف عند منطقة الشنب في الخدود او عند التحديدة بتاعة عضم الفك ساعات كمان بيظهر عند الجلد بتاع الساعد دي حالات أقل بس بيحصل ده دي حاجات مشهورة في المواصفين بالذات في كتير من الناس اللي بتقعد في الحتة دي كده توصليها دي مغمئة جدا عندهم طيب كلف بقى غمقان شمسي روحنا عادنا في الماصية طيب كل ده وارد إزاي نبتأ نعالج الحاجات دي أو نحمي نفسينا الأول إزاي من الحاجات المخيفة المجموعة المجموعة دي أنا ده دول وحوش كل دول وحوش هنا بقى لازم المريض يكون عارف إن هو هيبقى عنده علاج مدى الحياة زي كده مريض السكر سواء كان هو بياخد العلاج في فترة التصبغ أو بعد ما يخلص فترة العلاج هيبقى ليه روتين خاص بيه ماشي عليه الحالات دي إحنا بنبتدي نعالجهم بنقولهم الأول ممنوعات ممنوعات ممنوع تتعرض للشمس في الفترة اللي فيها زروة الحرارة اللي هي من 11 مش ساعة 11 للساعة 4 ولو فرضنا إن إحنا إضطرنا نتعرض للشمس هنتعرض للشمس حاطين سان بلوك السان بلوك ده لازم في حالات الكلف بيكون أفضل لو كان تينتت سان بلوك اللي هو السان بلوك اللي بيبقى فيه بيبقى فيه فاونديشن زي فاونديشن خفيف كده عشان يداري على البقعة ويديها إحساس بالثقة بالنفس شوية وطبعاً مش هنقدر نغفل دور الهات أو الطوائي في الحماية من الشمس ونظارات الشمسية كل الحاجات دي مهمة جداً جداً فيه كمان غير إن إحنا نستخدم الممنوعات بنمنع المريض من أنه هو يعمل تانينج بادز أو يعمل الحمامات اللي تعرض للشمس دي دي بتبقى مضرة جداً في الحالات دي لأنه الربوع باكوردز بيبقى صعب جداً بعد غير الصان بلاك والممنوعات بنقول لهم إحنا هنستخدم علاج إيه؟ بنستخدم العلاج بيبقى يا إما كريمات يا إما بنتجه للليزرز والتأشير حسب عمق التصبق في الحالات اللي بيبقى فيها الصبغة السطحية بيبقى الكريمات وحدها ممكن تكون كافية جداً لعلاج الحالات دي وفي الحالة دي بنستخدم كريمات فيها الاربيوتين بيستخدم فيها كريمات فيها هيدروكينون مع ريتينويد دي كلها مركبات بتساعد على تفتيح الجلد وبتساعد على تأشير الجلد بشكل سطحي والتخلص من الصبغة اللي غير مرغوب فيها ممكن كمان إحنا بنستخدم فيتامين سي كوجيك أسد كل دي حاجات تبقى لطيفة جداً في الحالات دي إحنا نبدأ نعالج الحاجات دي كلها طب الميلاتيكس مثلاً بيقولك إيه؟ الميلاتيكس SPF 50 يعني إيه SPF في أساساً؟ SPF ده عامل حماية من الشمس و50 ده أو 50 بلاس ده بيبقى عامل حماية كافي جداً لجميع الألوان بتاعت الجلد في الحالة الميلاتيكس هو معمول في SPF علشان نقدر نحطه الصبح ونخرج به بأمان ونتعرض للشمس من غير ما يحصل لنا ضرر هل يعني في ميزة إن مثلاً حاجة تستخدم زي الميلاتيكس بيتفتح البشرة كمان؟ آه طبعاً هو ميلاتيكس عامتاً كل اللاين بتاعهم هو مسؤول عن التفتيح وفعال جداً في تفتيح الجلد هم في حاجات متعددة يعني مثلاً من أول الميلاتيكس كلانزر ده أول لما نسحى من النوم بنخسل وشنا وبيبقى هو غسول كويس جداً في تنظيف الجلد وفي نفس الوقت بيساعد على تفتيح الجلد بعد كده بعد ما بنخسل وشنا بنحط الميلاتيكس SPF وننزل نخرج في الشمس عادي بقى إحنا كده بنعالج التصبق وفي نفس الوقت قدرنا نخرج في الشمس بعد كده ممكن بالليل نستخدم الميلاتيكس كريم العادي اللي مفوش SPF ده جديد إن أنا أستخدم شيء بالليل يعني ناس بالليل اللي قولك إيه لأ أنا خلاص حطيت الصبح فأستخدم بالليل إيه فايدة إن أنا أستخدم مثلاً حاجة بالليل المنتجات اللي بتبقى موجودة في البرودكت بتاعت المنتجات الليلية بتبقى التركيزات بتاعتها أعلى من المنتجات بتاعت البرودكت بتاعت الصبح إن جانورل يعني فده بيخلي الفعالية بتاعتها أقوى بنقدر نستخدمها ممكن نستخدمها كمان في السنستيف أريا الصبح وليل لإن دي أريا already covered فبتبقى نتائجها فعالة جداً وبتديني بقى طول فترة الليل طول فترة النوم البرودكت موجود على الجلد وبيقوم بدوره أنا مهوس بالإنجليدينز اللي موجودة في أي حاجة لإن يعود أقراها كده وذكرها واهتمي بيها طبعاً هو مهوس أكتر بمسلاً شيابتر الحاجات الطبيعية الموجودة في المواد دي فإيه يعني مثلاً شيابتر موجود الجرين تي الألوفيرا إيه الألوفيرا يعني هو الفكرة كلها بالزبط في الترتيب يعني ده الحاجات دي موجودة في الميلاتكس اس بي اف بحيث إن هو مش بس يقوم بدوره كتفتيح ويقوم بدوره كسام بلاك لا كمان يبقى فيه حاجة بترطب الجلد وبمناسبة الترتيب بيساعد جداً لو الجلد فيه جفاف لأنه الجفاف سبب من أسباب الغمقان أيوة الجفاف سبب من أسباب الغمقان بالزبط فالمرطبات دي مهمة مهمة جداً طب أهه أهه الشيابتر حاجة عظيمة جداً 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 أنتو البنات بتحب الشيابتر بتحب الحاجات دي أوي أوي جرين تي لوكالي دي بتحط توبيكالي فده شيء مهمة أوي طيب التعرقات وأماكن التعرق والحاجات دي ليه حاجات؟ آه طبعاً هو التعرق بيبقى فيه مشكلة أصلاً ممكن حد يكون بيستخدم بروديكت علشان التعرق ويقوم البرودكت ده يعملوا غمقان ففي الحالات دي أفضل حاجة أن احنا نستخدم الميديكيتد بروديكت أو الميديكيتد يودرينس أو أنتي برسبيرينس آه في الحالة دي مينة بقى بالراحة يعني إيه أنتي برسبيرينس؟ مداد للتعرق آه ده قيمته مهمة أوي جداً آه ميديكيتد آه طبعاً لما يبقى ميديكيتد يعني بروديكت عامله شركة طبية بيبقى معمول بطريقة بحيث ما يقزيش الجلد أيوة بيبقى ما فيهوش كحول وبالتالي ما بيعملش إيريتيشن أو ما بيعملش التهاب في الجلد استثار الجلد يس يس وفي حالات الميلاتكس بيبقى كمان بيعمل تفتيح فيبقى هو قام بالوظفتين في بروديكت واحد بس مهم مهم حلوة أوي الكلام ده طيب يعني معنى كده إنما الديودران أو الحاجات مزيلة العرق الأديمة كانت بتغمى بغير ما نقصد فيه حاجات منها طبعا معمولة بطريقة ممكن تؤذي لغمقانه وهي تكون نفسها مؤزية جدا للجلد ده أنا فهمته جدا طيب إزاي فيه حال مركبات تشغل على الميلانين نفسه على تكوين الميلانين ميلانين سينسز يعني لأن الميلانين هو السخيفة اللي بتعمل التصبغ بالضبط هو الفكرة كلها إنه إحنا بنحاول نشتغل على كذا محور علشان خاطر نوقف التصبغ أو نشيل التصبغ بنشتغل على الميلانين سينسز أو إنتاج الميلانين إنتاج سبغة الميلانين اللي هي مسؤولة عن اللون أصلا وبنشتغل كمان على خطوة الميلانين ترانسفير أو اللي هي خطوة إن الميلانين يتنقل من المكان اللي تصنع فيه للخلايا وفيه كمان خطوة تالتة اللي هي بتبقى بتعمل تأشير للجلد وبتحاول إن هي تشيل أصلا السبغة اللي موجودة في الجلد ده فيه حاجة كده مرضو مستخدمات زي كده هو بالزبط الميلاتكس لايتنينج بيبقى فيه لثلاث حاجات الله الله يعني لو أنا عندي حالة فيها غمقان أنا ممكن أستخدم لها النوعية دي من الكلمات يبدأ الغمقان دا يتحسن للحد كبير يتحسن والمتاجات فعالة جدا والبرايس بتاعها أفوردبل جدا اه طبعا احنا بنتكلم عن تشجيع صناعة مصرية في الأساس يعني الصناعة مصرية دا هدف مهم جدا جدا طيب ايه تاني ايه تاني ممكن استفيد فيه عشان أمنع البجمنتشن توضح إنها حرب يعني بحارب غمقان وبحارب بحاجات تحمل من الاس بي اف وبعدين بشتغل على منع التعرق وبعدين الحتة الغمقانة ما بستسلم لهاش دا أنا بفتحها تاني ايه تاني الانتي اكسيدنز مضادات اكسيدنز اه طبعا فيتامين سي فيتامين اي فيتامين اي كل حاجات دي مهمة جدا واضح إن احنا بقى لازم كمان زي ما يقولوا نمد الجسم بوسائل دفاع البيتامينز وهو الاخير هتفيدني البيتامينز فيه التصدي اللي شبح البجمنتشن بالزبط الانتي اكسيدنز او البيتامينز المشهورة قوي في إنها تقالي التصبع هما فيتامين اي وبيتامين اي وبيتامين سي دول بيشتغلوا على تفتيح الجلد كويس قوي وبيحفظوا جدا على النتائج اللي احنا خدناها بعد ما نكون فتحنا الحالات اللي فيها تصبع يعني ده موجود برضو من توبيكل أخدوا توبيكل ولا سيستمي التوبيكل ممكن يبقى كافي جدا اللي هو السيرم الميلاتكس سيرم ومش بس بقى بيفتح لا هو كمان بيشتغل على التجاعيد الرفيعة بيشتغل على نظارة الوش بيشتغل على ترتيب الوش فلو حد عايز يحط البنات دلوقتي مهوسين كمان بفيتامين سي لو حد عايز يحط حاجة توبيكل وانتي ايجينج وتكون حاجة يعني كومبو كده برودوكت واحد بس يقوم بالدور دوت هيكون كافي قوي حلوة اوي الناس اللي عندها سينست في سكين او بيلاقوا او عملوا جلسات ليزر لإزالة الشعر مثلا اي حاجة اي استخدام للليزر يستفيدوا من الحاجات دي انه الناس دي خوفين قوي من الغمان طبعا هو احنا دايما يعني بعد جلسات الليزر على طول بنكتب حاجة تقلل للالتهابات من الليزر وبعد ما يعدي فترة اللي هي فترة التهابات دي تروح نبتدي نعمل حفاظ على النتائج ووقاية من الغمان او حتى علاج من الغمان بالاستخدام اللايتنينج كريم اللازم استخدم المجموع دي كلها عشان احمي نفسي من الغمان المتوقع لو انا سينستيف او هشتغل على جهاز اكيد ربما يعمل لي غمان صح كده؟ بالزبط كده بالزبط اذا الشنطة بقى هيبقى فيها ايه؟ يعني انا دوقتي شنطتي هيبقى فيها ايه في الاخر؟ هيبقى فيها الغسول اللي هنخسل بيه وشينا مرتين في اليوم صبح وليل وهيبقى فيها الايتنينج الميلاتكس لايتنينج كريم الكريم ده هستخدمه مسائي بالنسبة للوش او استخدمه صبح وليل لو سينستيف اريا لان الاماكن دي متغطية مش بتتعرض للشمس اما بقى لو الوش محتاجة احط فيه حاجة الصبح هستخدم الميلاتكس اس بي اف اها وبعد ما خلص فترة العلاج هيبقى معي السي سيروم اها ده كل ده مع بعضه اه ده رجالة وستاتة رجالة وستات لان عشرة في المية من الرجالة بيحصل لهم كلف كلف ده مش مختص بسيدات بس كوفر اول بقى كدراسة عامة شايفة البجمنتشن بتعمل باحترام في مصر؟ هو الحقيقة البجمنتشن دي بحر اسبابها كثيرة جدا جدا مش بس اللي احنا تكلمنا عليها وتشخصها مش اسهل حاجة وعلاجها كمان بياخد وقت لو الصبغة عميقة في طبقات الجلد وبالتالي المريض ممكن يزهق وما يكملش علاج فالفكرة بس ان احنا دايما بننصح المرضى ان هما يبقوا عندهم صبر على العلاج لو حاجة عنيفة قوي او حاجة في طبقات الجلد اللي جوه بنتطر بقى ان احنا نلجأ مع الكريمات لاستخدام الليزر استخدام التأشير الكيميائي او التأشير البارد كل دي عوامل بتساعد انه التصبغ يروح اسرع والمريض ما يزهقش من طول فترة العلاج يعني بيزهق من طول فترة العلاج طبعا كلنا بنزهق من طول فترة العلاج نورتيني وشرفتيني واسعدتيني باسلوبك الجميل الهاتق اللزيز يعني طبعا الجلدية في عندكم واضح ان هي دلوقتي بقت عالم مسير للغاية بقت عالم فيه الكثير جدا بالتحديات بيساعدنا جدا انه التطور الحاصل في المنتجات التطور الحاصل في الانتاج ويريد في مصر تبقى الامور اعلى واعلى طبعا اكيد بشجع المنتج المصري اكيد بدعم المنتج المصري بهمني جدا ان ننظر على المنتجات المصرية حياة من الاجزاء اللي لازم ننصلها ونهتم بيها جدا جدا لانها تجربة مصرية اصيلة بتقدم انتاج رائع جدا بتمن للمصريين مناسب جدا بتنافس المنتجات العالمية وده شيء التاولة بتاسع عليه على المستوى العام وعلى المستوى الخاص افاتي العزيزة دكتور هيبة الخضرجي اخصائية الجلدية والتجميل والمدارس المساعد بجامعة مصر الدولية مجستير الامراض الجلدية والتناسولية بجامعة قناة السويس طبعا نورتيني وشرفتيني وعسعتيني بهذه الإطلالة الجميلة نورت يا دكتور نورسيه قوي يا دكتور شكرا نورت الناس الحلوة